ساعة البيخاص الغداء و تشعروا أن يجوع لكن ليس حيالها جوع جوع جميلة و تسألوا لكم ماذا يريد أن نتحلم على الضغر لدي فكرة كثيرة هنا تأخذوا خبز و تقلبوا على ديستير يأخذ عقل اسمه بان بردو أو فرنش توست بان بردو أو فرنش توست كيف يفعله؟ بدي أطيا بان بردو لا بان بردو بيت حليب سنضوي بالحليب بالماء لدينا تقريبا ثلاث معالي أكبر حليب فانيه سكر أصمر نحن نضيف كوكونات بانانا نيتلا مكومنة هيني والشغل سريع التيرون زبدة نسيت نبدأ نضيف الحليب بالماء نضيف حليب منزيد البيض والفانيه حليب بيتان فانيلا نسكبون بسحن يكون غميء وعريض أصحن هذا يجب أن تفقش بس بلداتنا بلدية مئة بالمئة صفاراً إسر فكرة المامبرجيب باية عن خبز أنكم تأخذوا الخبز تحطوه بقلب الحليب يشرب مظبوط وبعدين يروع على النار هكذا سنعمل تخبركم ليش اخترعوا التهجوب كيف اخترعوا كيفي عائلة بقي عندو الخبز قديم وما بدون يكبوه فقرروا يعملوا منو دسر عملوا وحطوا شوية بيب شوية حليب شوية سجر وقلوهم بشوية زبدة على النار عملوا شي كتير طيب وما كبو الخبزة سكر أسمار منقص 12 زبدة منحط شقف الزبدة منطرة الدوب مظبوط ومنزد له شوية سكر أسمار منحط شوية سكر أسمار ناخد الخبزة منغمسها بالخلطة اللي عملناها نحملها بهاي وعنار ضغرة منطرة 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 المصر منطرة 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 مصر سوف نقوم بعمل موز كاهماليزير من بعد أن يصيره كاهماليزير لذلك سوف تزيد شوية رم لذلك سوف أخبركم كم طويلة سوف أخبركم طعم السكر والبانانة والبانانة الدوابين سوف أخبركم خبزة كم طويلة سوف أخبركم كم طويلة سوف تستعملوا في كل فضلات الخبز التي تكون هناك في المنزل سوف تخيروا بعد أن يضعوا على السكر سوف يضعوا على دهما أكبر و مجرد نجاح سوف أضع قليل قليل و اللي يكونوا في الشوكة سوف يكونوا أول لقنة ماركة اتخيل من خبز كتير كتير طريق حليب روعة سكر شوي وبعدين عصر عروج من الكن اخترعت كيك ماذا يفعلون؟ شكرا